يا رب تكونوا دايما بخير وسحة وسلامة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن زمن المضارع المستمر. وفي دون منطول في المقدمة يلا بينا. انكم عارفين امتى بنستخدم الزمن والتكوين وازاي بننفي وازاي بنسأل بيه والكلمات اللي بتدل على الزمن. اول حاجة هي الاستخدام. طيب امتى بنستخدم زمن المضارع المستمر? اول حاجة لو حاجة بتحصل دلوقتي حالا. مثلا انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي فده حاجة بتحصل دلوقتي حالا فهنستخدم الزمن ده. الاستخدام رقم اتنين وهو لو احنا عايزين نتكلم عن خطط احنا هنعملها في المستابع مثلا ومرتمن لها وهنعملها. مثال احنا هنسافر الاسبوع الجاي. طيب طالما احنا هنسافر الاسبوع الجاي ومعنا التساكر. خلاص هنسافر فهنستخدم زمن المضارع المستمر. الاستخدام رقم ثلاثة وهو لو انا هتكلم عن حدث مؤقت. مثال انا بروح الشغلي كل يوم الساعة تمانية. لكن النهر ده انه رحت الشغل الساعة تسعة. طيب الجملة الاولانية انه رحت الشغل الساعة تمانية ده هيكون زمن مضارع بسيط. لان دي عادة. لكن الجملة تانية انا النهار ده انا هروح الساعة تسعة ده حدث مؤقت بقى. استخدم معي زمن المضارع المستمر. طبعا لو انت ما شفتش زمن المضارع البسيط. احنا شرحنا قبل كده فيديو سابق. ممكن انتم بقى تشوفه. وهي قالت لو لسه مشتركتش. اشترك بقى يا عم. الاستخدام الرابع وهو لما يكون الفعل بياخد وقت طويل بطبيعته. الحاجة بتكون بتحصل اه بس الشرط وقت حدوث الكلام. مثال انا بقرأ كتاب. او احنا بنبني بيت جديد. مش شرط تقول انا بقرأ كتاب دلوقتي وانا بكلمك لكن انا عموما بقرأ يعني. فهينا هنستخدم زمن المضارع المستمر. تاني حاجة هي التكوين. تكوين بتاعه ام از ار زائد الفعل زائد اي ان جي. طبعا اي بتاخد ام. هي هي انت بتاخد از. وي يو انت زي بتاخد ار. بعد كده الفعل في اي ان جي. ناخد بقى شوية امسلة على كل الاستخدام. الاستخدام الاولاني اللي هو حاجة بتحصل دلوقتي حالا. هنقول مثال. وده معناه ان احنا بندرس انجليزي دلوقتي. لاحزنا طبعا ان احنا جبنا عشان وي وحطينا للفعل اي ان جي. معناه انظر هو بيكتب الواجب بتاعه. طبعا جبنا از عشان هي وحطينا للفعل اي ان جي. تاني استخدام وهو الخطط اللي انا مرتب لها. او الترتيبات المستقبلية. وهنا انا هقابل صحابي الجمعة الجاية. وهنا احنا مرتبين مع بعض. جبنا ايام طبعا عشان جاية مع اي. وحطينا للفعل ميت اي ان جي. وهنا احنا هنزور الاسكندرية. اه الاجازة الجاية. وهنا جبنا وحطينا للفعل فيزت اي ان جي. الاستخدام التالت اللي هو الحدث المقط. مثال. he opens his shop at eight o'clock. but today he is opening his shop at nine o'clock. لو لاحظنا في الجملة الاولى جبنا زمن المضارع البسيط. لكن في الجملة التانية اللي هو الحدث المقط جبنا زمن المضارع المستمر. احمد plays as a defender but today he is playing as a goal keeper. واستخدام الرابع اللي هو حاجة بنعملها بس يبتاخد وقت. ومش شرط حدوثها دلوقتي حالا. مثال. they are painting the school. مثال تاني. he is reading a new book. ثالث حاجة وهي النفش. بان في ازاي? am و is or بحط لهم not. اقول am not is not or not. مثال I'm not playing at the moment. وده معناه انا مش بلعب في هذه اللحظة. they are not traveling to America this month. وهنا معناه هما مش هيروحوا امريكا الشهر ده. she isn't eating pizza now. وهنا معناه هي ما تأكلش بتزياد الوقت. طبعا زي اي سؤال في نوع من الاسئلة. في اسئلة بتكون هل? والاجابة بتاعتها بتكون ا ا ا ا ا ا ا و في اسئلة بنسألها بكلمة استفهام ودي بتبقى ما يحتاجها اجابة. الاسئلة اللي بهل هنجيب am ا او او ا او الحاجة. بعد كده الفاعل بتاحهم. بعد كده الفاعل في انجي. مثال are you watching this video right now? فلو انت بلسه بتتفرج على الفيديو هتقول yes i am. لو لا. no i am not. طبعا هنا الفاعل اتحول من u ل i لان انا انا بس لك انت وانت بترد تقول انا. سئل تاني is she listening to music right now. فهي لو بتستمع عن الموسيقى دلوقتي هتقول yes she is. لو لا no she isn't. are they flying to london tomorrow? لو هما يسافروا لندن بكرة هنقول yes they are. لو لا. no they aren't. طيب السؤال اللي بكلمة استفهام. هنجيب كلمات الاستفهام الاول. كلمات الاستفهام طبعا زي كلمة what when why how where which وهكذا. هنجيب على الاول بعد كده ام او از او ار. بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل يعني نفس الترتيب بالزبط بتاع السؤال اللي هو ابهل. بس هنجيب كلمة استفهام الاول. مثال what are you doing right now? انت بتعمل اي دلوقتي? هتقول I am watching this this video right now. انا بتفرج على الفيديو دلوقتي. مثال تاني where is she traveling? هي هتسافر فين? oh she is traveling to America. هي هتسافر لامريكا. where are they going right now? هما رايحين فين دلوقتي? هتقول they are going to the cinema. هما رايحين السينما دلوقتي. اخر حاجة وهي الكلمات اللي على زمن المضارع المستمر. ويا مسلا ازاي كلمة now. الان. add the moment. ايه هزي اللحظة? add present. الوقت الحاضر. tomorrow. لو هي غدا. next week. الاسبوع الجاي. next month. شهر القادم. next year. السنة الجاية. listen. استمع. look. انظر. look out. احترس. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة. يا ربي يكون الدرس سهل وبسيط. ويا ريت لو عجبك الفيديو وتعمل لايك واشتراك للقناة. شكرا.